قام التحالف الوطني الديمقراطي ندوتن في مقره بمنطقة النزهة بعنوان محاذير الاتفاقية الامنية التي وقعت عليها الكويت مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا في رياض المشاركون في الندوة صلتوا الضوء على ما تحتويه الاتفاقية من بنود اعتبروا من شأنها أن تحدى من سقف الحريات التي تتمتع به الكويت الإشكالية هي من خلال الرؤية السياسية لما سوف تقول إليه هذه الاتفاقية نحن لدينا شك وشك كبير في كثير من المفاهيم التي تكلمت عنها هذه الاتفاقية أمام مجلس الأمة استحقاقات في التعامل معها واستحقاقات مبنية على ثقافتنا السياسية برفضة لكن للأسف المجلس إلى هذه اللحظة يؤجل فيها لم ينظر إليها وكلما كان التأجيل كلما كانت قضية التأكيد عليها بأنها أصبحت قضية واقعية هي شأن لابد أن نتعامل معها كل مواد الاتفاقية عدى المواد البروتوكولية بشكل أساسي بل وتنسف الباب الثالث من الدستور المتعلق بالحريات العامة والحريات الشخصية ما هي طبيعة التعاون الميداني؟ أيضا هذا بحاجة لتفسير يعني بالرد نقول معناته تدخل أطراف أمنية خليجية بالكويت أو العكس من باب التعاون الميداني وتزويد الطرف الآخر بالخبرات الاتفاقية الأمنية هي تشرعن الدولة البوليسية وهذا بيوضوح هي شرعنة للدولة البوليسية اللي هي سارية المفعول في المنظومة العربية والخليجية فما بالك في اتفاقية أمنية تقول لي يا بها هذا عندي هذا اللي عندك أبي عندي كويتي مو كويتي خليجي يعني عندي قال راية أهو عطني أحو أنا بتفهموا إياه أنت ما تعبت عشي معا ومجبورين ضمن الاتفاقية الأمنية أننا نسلمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر